موسيقى الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين وسلام الله عليهم أجمعين أما بعد فإن معجزة الإسراء ثابتة بنص القرآن والحديث الصحيح فيجب الإيمان بأن الله أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى وقد أجمع أهل الحق من سلف وخلف ومحدثين ومتكلمين ومفسرين وفقهاء على أن الإسراء كان بالجسد والروح وفي اليقظة وهذا هو الحق وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وعمر وحذيفة وغيرهم من الصحابة وقول الإمام أحمد وغيره من الأئمة وقول الطبري وغيره فلا خلاف إذن في الإسراء به صلى الله عليه وسلم إذ فيه نص قرآني فلذلك قال العلماء إن من أنكر الإسراء فقد كذب القرآن ومن كذب القرآن فقد كفر وكان قد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسرى به الليلا من بيت أم هانئ من مكة المكرمة من المسجد الحرام قال أنس بن مالك كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بتصط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه رواه مسلم وقد جمع الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في بيت المقدس من آدم فمن بعده فصلى بهم إماما وهذا دليل على أن الأنبياء لهم تصرف بإذن الله بعد موتهم وينفعون من شاء الله أن ينتفع منهم فهم ليسوا كالناس العاديين فقد روى البزار والبيهقي وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء رواه النسائي وسبحان الله والحمد لله رب العالمين اللهم يا الله اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله اشتركوا في القناة